تفائلوا بالخير تجدوا عندما أظلمت الدنيا على سيدنا يونس وهو في بطن الحوت فتح لنفسه باب الأمل بذكر الله افتح لنفسك باب أمل الأمل عبادة الواثقين بالله فهو علامة على حسن ظنهم بربهم الأمل طاقة تتجدد ونور من رحم الظلمة يولد لا تيأس فإن اليأس محبط للحياة أيا كانت الأسباب حتى ولو كانت ضعيفة فإبراهيم عليه السلام قد اشتعل الرأس شيبة وقد بلغ من الكبر عتيا ومع ذلك دعا ربه ورفع يديه إلى السماء فرزقه الله جل وعلا بإسماعيل وإسحاق التفاؤل فن لا تصنعه إلا النفوس الراقية الواثقة في الله عز وجل الأمل باب الفرق لا تيأس إن كنت فقيرا فالرزاق هو الله ولا تيأس إن كنت مريضا فالشافي هو الله ولا تيأس إن كنت عاصيا فالتواب هو الله ترجمة نانسي قنقر